لكن أنا عاوز أخاطب كل شخص يعني في مستوانا الطبيعي والعادي لما أنت بتيجي بتجمع الأنبياء وبتجمع العلماء والحكماء والفلاسفة يمكن تعجب في شخصية سقرات وأخلاقياته يمكن نوعا ما تعجب في فلسفة أفلاطون مع أنه فيها كمان أمور بعيدة عن الكتاب يمكن البعض يعجب في شخصية بوذا وبتعجب في شخصيات اللي أثرت على التاريخ أنا بتكلم من ناحية أدبية من ناحية أخلاقية لكن عندما تنظر إلى شخصية يسوع المسيح فأنت تندهش فأنت تتعجب وعندما أراد أن يصف الكتاب قال يدعى اسمه عجيبا فعلا عجيب في كل شيء ولكن أنا عاوز أتكلم على المستوى اللي بتعرفه الناس في شخصية المسيح ما يعجبني في شخصية يسوع المسيح أولا أن المسيح كان حازما وكان حاسما أيضا فالمسيح هو سيد كل المواقف لم يفاجأ إطلاقا لم يتردد لحظة لم يساوم أو يساير أو يتهادن على حساب أي شيء لم يضغط عليه سياسيا أو دينيا أو اجتماعيا المسيح كسر التقاليد اللي كانت في تلك الأيام وركز على شريعة الرب أهم من أي شيء حاولوا مرارا وتكرارا أن يوقعوا المسيح في شرك أو في فخ أو في سؤال فيه من الاحتيال لكن لم نرى أن المسيح اتفاجأ لكنه دائما يجيب على الأسئلة لم يغير فكره إطلاقا فالمسيح لم يقل شيء وبعد أكم يوم رجع غير فكره ففكرة مثلا الناسخ أو المنسوخ لا توجد في المسيحية لأن هذا طبعا ضد أخلاقيات الله وضد طبيعة الله فالله لا يتغير ولا يغير فكره أيضا وهذا ما نراه أيضا في شخصية المسيح المسيح لم يستعمل إطلاقا كلمة إن شاء الله لم يعتذر ولا مرة واحدة لم يتأسف عليه على شيء لم يغلط ورجع صحح خطأه لم يقول للناس ارجعوا لي بكرة أنا بعطيكم الجواب في كل المواقف كان بعلم كان بيشفي المرض كان بيخرج الشياطين وكان بيرد على أسئلة طبعا المحتجين والمدعين وأحيانا الجاحدين والمجدفين أيضا كان دايما عنده الجواب المناسب في كل لحظة المسيح كان حازم كان حاسم جدا في كل قراراته وفي كل أفكاره وفي كل معاملاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة